موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في كوزين أم هداية اليوم مع فيديو جديد لوصفة جديدة سنحضر فطائر على شكل شجار بشكل مختلف وبحشوة لديدة لتحضير العجين نحتاجه 450 جرام دقيق كأس ماء دافئ ملعقة صغيرة ملح ملعقة كبيرة زيت المائدة ملعقة صغيرة خميرة الخبز ناخذ الماء نضيف عليه الخميرة والزيت ثم الدقيق والملح ونجمع العجين جيدا اشتركوا في القناة ونجعله يختمر في مكان دافئ نمر الآن لتحضير الحشوة عندنا بصلة مشلدة ففلة خضرة مقطعة ففلة حمرة مقطعة حبة جزر محكوكا الكفتة زيت الزيتون قليل من الملح ملعقة صغيرة فلفل أحمر ملعقة صغيرة فلفل أسود سلسة الحار القليل من الربيع نخذ زيت الزيتون نضيف البصل نضيف حPD نضيف الحصول الملحظة والمبخط الأحمر والمبخط الأحمر ومعج المبخطة والمبخط نضيف النار من بعد غنضيفو الكفتة ربيع ملح فلفل أسود فلفل أحمر وسلسط الحار ونخليه الكل يطيب من بعد موجدات الحشوة نفرغوها في إناء ونخليوها تبرد سأخذ العجين من بعد مختمر من بعد موجدات الحشوة من بعد موجدات الحشوة من بعد موجدات الحشوة ونقسموه إلى كتA كتA تكون تزاوية ونشكل العجين إلى كرات نرشو سطح العمل بالدقيق ونبسط العجين حتى يرقيق وندهنوه بالزبدة ونضع الحشوة نلف العجين ونضعها في صينية الفرن مدهونة بالزبدة ونكمل باقي العجين بنفس الطريق ترجمة نانسي قنقر 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 دهنوه بالقليل من الحليب مع اصفر بيضاء ولتزيين نرشوه بزنجلان وندخلها للفرن كانت هذه هي وصفة اليوم كيجيوا رائعين جربوهم انا متأكدى غيعجبوكم الصحة والراحة والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة